إذن السلام عليكم تحيطي بجديد جديد زفلة والجميع إذن قالوا بأن هناك لجنة ستحاول الوزير ورئيس تبون أو الأعلم لكن نحن ظلنا بأن هذه اللجنة ستحاول في أمور تهم شيء مهمة ولكن في يطور هذه اللجنة لماذا؟ عمال مقموعين مظلومين مروا لمناصب عملهم لم يتلقوا لحد الآن يعني السنين التي عملوها لم يتلقوا عليها لا مقابل لا في سلم الترصيب ولا كترقية ولا كأموال أجورهم لازالت سنوات العمل قال لك نتفاوض من أجل شرائها للتقاعد شيء رهيب يشترون أتمانا عملوا بمبالغ مالية حقيرة وزهيدة وبشهادتهم عند هذه النظام ويعني يشترونها شوف العبودية شوف الدل شوف القمع شوف الدكتاتورية لا تسألوا العبيد دغاة لماذا تغوا لكن تسألوا العبيد لماذا ركعوا فعلا فنحن ظننا يعني هذا شيء عادي ينبغي لا يحتاج للجنة ولا أي شيء تأتي تعمل تنال نصيبك مرضوديتك تعمل بشهادتك بمصبك بحقك بكل شيء وتتلقى أجرك في زمنه ومكانه ومستوفي والترقية وكل شيء لكن نحن ظننا أن هؤلاء سيطرحون مشاكل على الوزير أو الرئيس عن مثلا لماذا يأكلون أموالنا البوليزاريو وفلسطين وتونس لماذا الحدود مغلقة مع المغرب لماذا لا يوجد تعددية حزبية لماذا لا يوجد يعني إعلام حر لماذا الهوية الأمازيغية تذهب ولا يوجد حزاب حقيقية تمثلها لماذا 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 المواطن لا يستطيع أن يسافر لا يستطيع أن يشتري ألبسه لا يستطيع أن يشتري كتمان لماذا ولماذا حتى قال لك يا سيدين يعني أنحاوروه على جال يعني باش يعطيهنا يعني ذراهمنا هل تحاور شخص هذا ينبغي أن تبزق عليه وتبجي بلب من يبزق عليه ويعطيك ذراهم وهو أموال وهو راغب النفس يا عبيد يضححنا يا جبنا يا ورثة الدل يا قرامضة تعلموا قليل من الكرامة قليل من الحرية قليل من الأنافة لقد بهدلتم بنا يا كبرانات ويا عبيدهم فعلا أمر مؤسف أمر مؤسف أن تصل لتشكيل لجنة مخابرة طبعا كل شيء مخابراتي هذا لجنة يعني تحاور الوزير أو الرئيس من أجل أن يتلقوا عمال مقموعين إطارات مقموعة فقيرة مفقرة مهمة شامة مدروجة يعني الناس يا أخي تحاور بلجنات وتحاور بيعني بيعني هكذا من أجل أمور مهمة من أجل انتخابات من أجل أحزاب أموال غزو البدرو أين تذهب المشاريع لماذا لجل استثمارات لماذا ولماذا تحاورون من أجل تمن بخص تحاورون من أجل لقمة أيش تشتري بها لا تشتري لك حتى يعني هذك يعني الأجرة الشهرية تعل جزائر ما تشتري لك حتى لباس آنيق يعني بريمير شوا ما تشتري لك تليفزيون ما تشتري لك ثلاجة ما تشتري لك يعني ما تشتري لك تخيلوا أجرة شهرية في جزائر أغنى بلد في الآلم أجرة شهرية تاعه ما تشتري لك بلازما تليفزيون بلازما خسيئتكم يا مخابرات بكم بكبراناتكم بأبيدكم إلا كانت هذه هي اللجنة وإذا كان هذا هو البلد وإذا كان هذه يعني أتبرأ منكم إلى يوم الدين تو